إذن عدنا هنا القاهرة والناس حديث القاهرة بنستقبل دكتورة نجلاء الورداني ودراستها المهمة جداً والكتاب المهم جداً العنف ضد المرأة دراسة على حي عشوائي والحقيقة أنا يعني مع إراية هذه الدراسة مش عارف ربنا يكون فعولك إزاي تحملت هذه الجرعة الهائلة من العنف اللي يعني تقطر من سطور الدراسة والكتاب وليلي الأول الحقي العشوائي أنت قرارتي أنه تذكري ماجستير عملتي عن منشيط ناصر ثم بعد كده الدكتورة عن منشيط ناصر برضو مثل العنف الأسري أو العنف ضد المرأة خليها أسألك ليه منشيط ناصر أولاً برحب بحضرتك جداً وشكراً لإستضافت حضرتك زي حاجة يعني جبيرة جداً للكتاب هو مش ليه منشيط ناصر أنا بنت منشيط ناصر جميل هاي يعني أنا الباحثة بنت منشيط ناصر ومنحي منشيط ناصر ولما جيت اتعينت في الجامعة كنت اتخصصت في علم اجتماع الجنائي الجريمة وكان دكتور رشحني أن أنا أدرس الجريمة في حي منشيط ناصر وكانت صعبة جداً لأن أنا لما تربيت في الحي في حاجات أنا بشوفها قد تكون عادية في حين أن هي حاجات مش عادية خالص كسكنة في الحي ومواطنة في الحي زي مثلاً أن كان هي زميلة وكانت رئيسة فريق وكانت بتيجي تعمل دراسات عن الحي بس ما كانتش بتقولي أن هي من الحي فأنا بقول طول عمري من الحي حتى لما تنقلت الحي تاني ما زلت محتفظة بالبطأ لا بتقولش لي نعمل منشيط ناصر عشان العنف اللي بنتعرض ليه عشان الرؤية الخاطئة عن الحي عشان دايماً إحنا لما بنتكلم عن عيوب الحي أو بنتكلم عن عيوب شيء فده بينفي تماماً وميزات الشيء الحي مستغل والحي مستهدف الحي في مشكلات كتير الحي نموذج لمجتمع كبير فيه غني وفيه فقير فيه طبقات فيه ناس متعلمة فيه ناس بتعاني من الأمية فيه ناس بتعاني من الفقر فيه ناس بتعاني من المرض فيه ناس بتعاني من الجهل حي من الأحياء المهمة داخل القاهرة والحي العشوائي يعني حي فقير ولا ده تعبير غير التعبير مش بالضرورة الحي العشوائي تعتني أنه فيه تجار أظهر تقريباً وقوة اقتصادية هائلة موسكي كل ده الحي كمان مستغلة على مدار تاريخه الحي من الأحياء المهمة من قبل كل الجماعات وكل الطيارات وحتى لقول حكومات والمنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأهلية وده اللي يخليني أرجع أقول أن لما بيتم تناول ظاهرة العنف ضد المرأة داخل يعني إحنا تناولنا ظاهرة العنف ضد المرأة وفي درسات كتير وفي جهود واضحة وفي مؤسسات وبنتكلم والموضوع متجدد وحيوي ورغم كده النسب بتزيد طب ليه النسب بتزيد هو ده بقى السؤال اللي بيترحق هل إحنا ما بنعلكش المسببات الحقيقية المجتمعية اللي بتؤدي لظاهرة العنف ضد المرأة هل إحنا مسبقا بنكون حطين مخيلات أو دراسات نظرية معينة ومطلوب من إحنا نيجي هنطبق وناخد النتائج ونمشي هل إن إحنا ما إش قادرين نفرق إن ظاهرة العنف ضد المرأة برغم إن في عوامل عامة أو عوامل مشتركة بتشترك فيها إلا إنها بتفضل ظاهرة العنف ضد المرأة داخل بتختلف من حي الآخر ومن فترة أخرى ومن مكان لآخر ومن طبقة أخرى بتختلف من حي الآخر؟ طبعاً هي في زوار يعني يعني مش في زوار مشتركة؟ في عوامل عامة بتحكم الظاهرة ولكن لكل حي ليه خصوصيته يعني كل حي وكل طبعة لها طريقتها في العنف؟ طبعاً إنما فيه عنف فيه عنف وفيه عنف كبير جداً نحن عدرش أقول إنه منشية النصر فيها عنف ضد المرأة وجرد نسيتي لا كل حي لا المجتمع المصري في كل العنف هو التنمر اللي بيحصل على الوزيرات وإن إحنا لما بننصر السلبيات وما بنظهرش الإيجابيات والتريقة على الفيسبوك والبوستات والإنترنت دي دي إيه؟ دي عمف نفسي ولفظي وإنت إلاف الدراس طبعاً هننكلم عنه لكن خليني أعرف يعني يعني أنت قلت إنه ليه العنف بيزيد رغم إن إحنا عدين ندرسه؟ عشان إحنا ما بنتبعش ما بنطبعش ما بنحترمش خصوصية المكان اللي إحنا فيه ما بنجيش إن إحنا بنعمل مؤتمرات وندوات وبنشتغل كتير جداً وأنا ما أقدرش أقلل من مجهود أي مؤسسة ولكن إحنا دايماً ليه ما بيبقاش فيه عملية استمرارية وعملية متابعة وعملية تطبيق وعملية أشوف هل فعلاً أنا قدرت عالج الأسباب الحقيقية اللي قدت للعنف داخل كل منطقة؟ هل قدرت أعالج الأسباب اللي قدت للعنف داخل الحقيق؟ ما هي الأسباب العنف اللي موجودة في منشية نصر ضد المرأة؟ كتير وإيه شكل العنف؟ خلينا الأول نتكلم عن أشكال العنف أنت كلمتينها في الدراسة عن عنف جسد عنف جنسي عنف شفاوي عنف نفسي كل أشكال العنف الموجودة في حي منشية نصر كل أشكال العنف الدراسة بتقول إيه؟ بتقول لنا عندنا إحصائيات هل نقدر نتكلم على نسبة واضحة لممارسة العنف ضد المرأة في الحي وفي غيره؟ طبعا الدراسة مليانة إحصائيات كتير والإحصائيات مفجعة على فكرة مفجعة جدا وعايز أقول لحضرتك تعال فيها إزاي والناس جاوبوا إزاي؟ العينة أنا قلت لحضرتك أن أنا بنت الحي والبنت المحبوبة في الحي وكنت هحكي وقعة أني أنا كان لها زميلتي كانت رئيسة فريق وما كانتش بتقول أنهم منشية ناصر لأن إحنا لما حتى بنجي من الوظيفة لما نخرج من الجامعة أقف ساعة عشان أقف تكسي عشان يودييني الحي لو دخلت بنك وشافوا البطاقة إزاي أنت دكتورة وسكنة في الحي حتى لو اتعرضت المشكلة وكان عندي الجرأة أن أنا أدافع عن نفسي واللي قدامي ما قدرش يدافع عني يعني ما قدرش يواجهني والحجة بالحجة والدليل بالدليل بيكون النتيجة أصلي أنت عشوائية ومن حي منشية ناصر فعادي فأنا بقى يعني أنا بقى بتعامل مع الظاهرة تقبلت الظاهرة جدا وبستخدم الاستراتيجيات التلاتة لمواجهة العنف وحاليا ابتكرت النفس استراتيجية ربعة اللي هم هي التلاتة الأول أولا في بعض قبل ما نسمع اختراعك أولا الصمت في أحيان كتير بفضل الصمت في الصمت ده قبول ويعني ورضى سلبي جدا ودي كانت في مرحلة عدم الفهم وفي مرحلة الخضوة برضو شوي ثم فيما بعد بقى الاستعانة بالأدوات أو الأليات أو الآخر عشان يدافع عننا أو يواجه عننا وللأسف نطبع معنا هنا رسوم